موسيقى 2016 طرحت إعطاءات إلكترونية نعم ليس طرحت إلكترونية خدني بحلمك أنا عندي 30 نوع لوحات 17 طرحت إلكترونية 17 طرحت إلكترونية 18 19 20 نعم وين طرحته 20 بكرة العشرين ها بكرة ها بكرة ها بكرة هذا صاحب يعني احنا ذكرنا ملف بعد ما ركبنا لايس لايس أرجوكم من 15 سيدي من أسبوع أسبوع كان كل شيء بركب 17 15 16 18 19 5 سنوات وعلى 20 بعد ما تركبت إلكترونية وفتح الإعلام وقال الإعلام حق الصحفيين فيه خلل فقط فتحت إلكترونية غاية سيدي غاية سيدي أخي محمد اليوم أنت بتحكي أنا قرأت أن أمان تعمان أعنات 1-3-2020 ممكن أسأل سؤال لما هذا الشخص هذا الشخص أخذ حوالي 90% من المواقع الحساسة الآن أنت بتخلي 22 شركة بتخلي 10% المواقع محترامي لكثال وتقولهم تعالوا تساحر على 10% طيب أسمع سيد جهاد معلش أنا ضرمتك في الوقت أسمحني أنا بدي أؤيد ساعة الناد يحيى سعود بأنه اللي يجب أن يقدم هو أول واحد للمحكمة ويقدم أمين عمان في ذلك الوقت للمحكمة ويقدم مجلس الأمانة للمحكمة وتقدم الحكومة التي كانت هناك للمحكمة بتهمة التدليل لفساد هل هو بدوش يتهم هو حر أنا اللي بشوفه هون في شبهة فساد واضحة تماما في هذا الموضوع يا رجل عشان خمسمية سلتز باله ومئة وخمسين كرسي بتعطوا عطالة واحد مئة وثلاثة وثلاثة وثلاثين مليون يعني ما لاش ما لاش ما لاش لا إنت بدك تنفر له 700 موقف أنا أبدأ حسبها رياضيات 700 موقف سبعمائة موقف سبعمائة موقف لا لك أسلام في رياضيات أمم حمد سبعمائة موقف سيدي أنا أبدأ أحسب لك يا وراي حكي سبعمائة لا دقيقة دقيقة 700 موقف طب انت مئة وخمسين كرسي وهو أنا لو بدأ لك كامانة عمان أنا بحاسبه أنه لم يلتزم بالعطاء وهذا في قرار التحكيم موجود هذا في قرار التحكيم موجود هو لم يلتزم أنا ما بتكلم عن مظلة عادية سيدي شو بقول لك هذا؟ أنا بتكلم عن هاي المظلة وين مركبة عمله النظل عمله النظل هاي من موقع هاي سيدي تفضله كم واحدة فيه؟ أنا بتحداك يا سيدي لغاية الآن لغاية الآن راكب 293 من 700 أنا بحاسبه أنه ما نفذش العطاء من 700 أخي اسمعني يا أخي طيب أنا الله يحميه بعد الملحق الملحق أعطاه أنه يكمل التركيب سواء اللوحات والمتطلبات بعام 2021 يا سيدي أنت بتحكي عن الملحق اللي هذا ما حدا بعرفك يا سيدي أنا الحامل خير اليوم حكيته يا سيدي